تسويف الحسم العسكري وتأجيله من وقت إلى آخر مشهد متكرر تعيشه محافظة تعز منذ إعلانها منطقة عسكرية لمجابهة ميليشيا الحوثي وهي كارثة مزمنة يقاسي تبعاتها كل يوم أبناء المدينة وريفها فلا يتوقف القصف عليهم ولا يفتكون من حصار طالت مدته وبالرغم من أن مقاربة الحسم وتحرير المحافظة بحسب عسكريين تحتاج فقط إلى معركة بسيطة إلا أن صراع الأجندة المحلية والإقليمية حال دون ذلك بعضها يريد تأمين حدوده الجنوبية والآخر يريد السيطرة على الموانئ والسواحل اليمنية وهي تفسيرات عديدة أعاقت تحرير المحافظة مؤخرا قال قائد محوري تعز اللواء خالد فاضل أن قوات التحالف العربي لم تقدم للجيش أي دعم عسكري منذ عام ونصف مؤكدا أن خطة تحرير تعز لم تسحب بعد وإن الإمكانات اللازمة من الأسلحة الثقيلة لم تصل حتى الآن تعلم أننا لنا سنة ونصر من السلم طلق واحدة من إخواننا في قيادة التحالف مع أنه دعموا دعم غير عادي يعني هذا لكم كنتوضح لكم أنتم يعني وفيما تزداد المطالبات بسرعة تحرير المحافظة تعود تخوفات دول التحالف العربي من صعود طرف سياسي للسيطرة في تعز حيث كشفت جريدة فورين آفيرز الأمريكية في وقت سابق أن سبب تأخر تحرير تعز يعود إلى رفض دول التحالف العربي تسليح ودعم المقاومة بشكل جاد نتيجة انخراط حزب الإصلاح الإسلامي في قوام المقاومة تستمر معاناة محافظة تعز في ظل استمرار المواجهات المسلحة إما بين الجيش وميليشيا الحوثي أو بين الفصائل المسلحة المختلفة وهي دائرة صراع مترام أدخلت المحافظة في إتون حرب لا يراد لها أن تتوقف